موسيقى أهلا بكم تسعى وزارة النقل إلى توسيع أسطولها من البواخر التجارية وتقديم خدماتها للشركات والوزارات العراقية المختلفة تماشيا مع توجه الحكومة في ضغط النفقات فما تفاصيل ذلك؟ وفي شأن آخر ما زالت الاعتراضات على مشروع موازنة العام الحالي مستمرة من قبل إقليم كردستان على الرغم من عدم التصويت على الموازنة حتى اللحظة من قبل مجلس النواب نناقش هذين الموضوعين مع الخبير المالي الدكتور صفوان قصي أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم رؤى الخبراء الاقتصاديين بشأن مطالب إقليم كردستان ضمن مشروع موازنة العراق للعام الحالي التفاصيل مع هذا التقرير الموازنة العامة المقترحة للعام الحالي هي الأسوأ في تاريخ الموازنات العامة العراقية أعتقاد ما زال راسخا في ذهنية معظم السياسيين الكرد باعتباره خصص مبارغ تقل كثيرا عما خصصتها الميزانيات السابقة للإقليم بعض الخبراء الاقتصاديين في كردستان ينظرون إلى الأمر من ذات الزاوية وعندهم أن الميزانية صيغت وفق أطور سياسية تولدت خلال الأزمة والأحداث التي وقعت أخيرا هناك خلافات سياسية قد أثرت على الجانب الاقتصادي بما فيه الخلاف الكردي العراقي التي لا زال حاليا حيث التطبيق وعدم التطبيق سواء كان في مجال النفض في مجال البشمرقة أو كل ما يتعلق بهذا الأمر لذلك يعتبر الموازنة عام 2018 من أسوأ الموازنات التي شاهدها التاريخ العراقي خبراء خارون يرون أن فقرات الميزانية للجانب الكردي جاءت عادلة وواقعية عادينا إمكانية ارتفاع سعر النفض يمكن أن تشكل فرصة لتقليل العدز في الميزانية مما يتيح تغييرا في المبالغ المخصصة للأقليم وتحولا في النظرة السوداوية للكرد حول بنود الميزانية الآن سعر النفض أعلى من هذا المبلغ وبالتالي فإن الإرادات المخمنة ستكون أعلى مما خمنت في حينها نتوقع بأن تكون الاختلافات أو هذه الصورة القاتمة للميزانية أقل السوداوية ويدعو خبراء خارون كلا من حكومتي المركز والأقليم إلى العمل وفق منظور المصالح المشتركة والعمل على توصل لاتفاقات تختفي معها لغة الربح والخسارة بين الطرفين أعتقد أن الربح والخسارة غير موجودة بالنسبة للأقليم وأيضا بالنسبة للمركز يعني هناك معادلة يجب أن تستقر على أساس المصالح المشتركة في إطار بلد واحد وتتضمن موازنة 2018 خفضا لمعظم الأبواب التشغيلية فضلا عن خفض حصة كردستان إلى نحو 13% بدلا من 17% طيلة الأعوام السابقة دكتور صفوان بداية أريد أسأل عن تأخر إقرار الموازنة في مجلس النواب كيف سيؤثر ذلك على حياة المواطنين؟ طبعا بالتأكيد عملية صناعة الموازنة يفترض أن تكون على مدار السنة حقيقة التوقيتات الزمنية منشورة ووزارة التخطيط حريصة على أن تتبع هذه الأمانة العامة المسجراء لكن حقيقة قانون الموازنة هو ليس قانون لتخطيط الإرادات والمصرفات وفقط هناك مجموعة من المشاكل حقيقة تنقل من قوانين خاصة إلى قانون الموازنة فيتم التلكع بإقرار الموازنة بسبب هذه المشاكل التي تتكرر سنويا هذه المشاكل دكتور هذا التعطيل للموازنة وتأخير لمصلحة من وعلى حساب من؟ بالتأكيد الموازنة الاستثمارية هي التي تتضرر بالدرجة الأساس الموازنة تجارية مستمرة بنسبة 1 إلى 12 حجم الأنفاق السنوي يستمر كما هو كما يكون في العام السابق لكن هناك الحقيقة مجموعة من المشاكل مثل موضوع البيش مرقيا لم يحسن موضوع نسبة حصة الإقليم من الموازنة من الأنفاق هناك مشاكل فيه في كل فقرة من فقرات الموازنة هي تخص مشكلة معينة فعملية خلق حالة التوافق السياسي لإقرار الموازنة تسبق عملية الإقرار نحن نطالب طبعا في أن يكون هناك موازنة استراتيجية تبنى على أساس أهداف التنمية الاقتصادية الدائمية وليست الوقتية هذه الموازنة استراتيجية إذا تسمح لي دكتور ستحل مشكلة الـ 17%؟ يعني الأقليم الصرع على الـ 17% لكن إحصاءات السكانية تشير إلى أنه نسبتهم 13 إلى 15% يعني هذا التضارب ممكن هذه الموازنة استراتيجية حالة؟ حقيقة يعني الطرفين يفترض أن يكونوا متفقين على مبدأ العدالة مبدأ العدالة يعني ما مصرح به هو أن نسبة السكان هي التي معيار عملية تحديد النسبة حقيقة يعني عملت على بعض الإرادات التي يفترض أن يتم تحصيلها من خلال الأقليم نسبة التصدير الآن من النفط في الأقليم هو 250 ألف برميل يوميا إذا أضفنا لهم حصة كاركوك طبعا ليست بالكامل حتى لو 50% منها وأيضا حصتها من الموارد الغير نفطية حصة الموارد الغير نفطية اللي طبعا لحد الآن أكو مشاكل بين الحكومة المركز وحكومة الأقليم على موضوع الضرائب على موضوع القمارك على موضوع المنافذ الحدودية لو افترضنا أن هذه الإرادات تعود إلى السلطة المركزية ويأخذون 17% من هذه الإرادات الغير نفطية ويأخذون أيضا حصة من الديون العراق التي ممكن أن تمول العجز لا تصل النسبة أكثر من 13.7 الآن المقر حاليا هو 12.7 فمثل ما تفضلتي بين 13 إلى 15% تكون عادلة للطرفين عملية خلق إرادات أخرى للأقليم يمكن من خلالها أن يساهم في تعزيز إراداته يعني على سبيل المثال السياحة المورد السياحة الحقيقة خاصة السياحة من العراقيين في فترة الصيف يمكن أن تشكل من مليار إلى مليارين دولار على مستوى إرادات الأقليم يعني يفترض أن يتم تبني منهج خلق إرادات من داخل الأقليم وليس بالاعتماد على الموازنة تعديل هل تجد إسرار الكرد على 17% هي تضر بمصلحتهم أم لا؟ بالحقيقة لو زادت أسعار النفط يعني حسب ما أشار التقرير لأمكانية تمويل العجز عن طريق زيادة أسعار النفط وبالتالي ستزداد حصة الأقليم في الإرادات إسرار الكرد على المسبة الحقيقة التعداد السكاني الأقليم يعني يفترض أن التعداد السكاني غائب عن العراق منذ أكثر من 20 سنة فباعتقادي لو تم إقرار المعادلة في أن حصة الأقليم هي 250 ألف برميل زائداً 50% من إرادات نفط كاركوك اللي هي 300 ألف برميل بالموازنة زائد 17% من إرادات غير النفطية والديون العراق الخارجية ويتفق على هذه المعادلة ممكن أن يخرجون بحل مشترك يرضي الطرفين ولا تتكرر هذه المشكلة سنوياً نعم طيب نأتي للموازنة الاتحادية هذه الموازنة فيها مشكلات مثل نسبة العجز وعدم شمولها على درجات الوظيفية وأيضاً ضحالة الجانب الاستثماري نسبة إلى التشغيل كيف ترى أنت كل هذه يعني عملية خلق فرص عمل يفترض أن تكون ليست من خلال القطاع العام وإنما من خلال القطاع الخاص وأشارت الموازنة في أحد بنودها إلى إمكانية إضافة مشاريع استثمارية في الوزارات لاستقطاب الأيدي العاملة أهداف الموازنة الحقيقة لديها مجموعة من المشاكل أبرز مشكلة مثلاً التفكير في الإرادات قبل التفكير في النفقات يعني المادة الأولى هي تشغيل الإرادات في حين يفترض أن الموازنة هي عبارة عن أهداف يفترض نسعى إلى تحقيقها من خلال الإنفاق عملية البحث عن الموارد يعني هي حقيقة هي عملية تخطية العجل العجل حقيقي أكثر من الرقم المدروج بالموازنة لأن الإرادات النفطية تشكل أكثر من 85% من الإرادات والنفط هو رأس المال فعملية تمويل الأنفاق الجاري من خلال إرادات النفطية هناك أكثر من 38 مليار دولار قيمة الإرادات النفطية التي تذهب إلى إنفاق الجاري الإنفاق الجاري يفترض أن يوجه يعني يعني الحصة الأكبر هي الرواتب عملية بناء التنمية من خلال بند الرواتب يعني على العائلة العراقية على الأسرة العراقية على الاقتصاد الأسري أن ينمي عملية خلق الثروة من داخل الرواتب بحيث يتم إعادة استثمار هذه الرواتب في الإنفاق الرئيسمالي وليس التشغيدي هناك في الحقيقة عدد كبير من المشاكل نحن نطالب أن تكون هناك إمكانية لإعادة النظر في بنود الجارية التي لا تقلق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي وتنمية القطاع الاستثمار الحقيقي الخبراء يحذرون من الاعتماد على النفط كمورد رئيس للبلاد ويكاد أن يكون الوحيد هو النفط لأنه خلال العشرين سنة القادمة لن يكون هو في المقام الأول النفط هل العراق مستعد للدخول إلى مرحلة ما بعد النفط؟ بالحقيقة هناك خطوات على أرض الواقع السيد رئيس الوزراء بالفترة الأخيرة كان في مؤتمر الاقتصاد العالمي الحقيقة وكانت جهوده منصبة على عملية جذب الاستثمار يعني عملية الاقتصاد العراقي بحاجة إلى أكثر من 350 مليار دولار لخلق فرص إرادات غير نفطية عملية إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي من حيث السياحة، من حيث الزراعة، من حيث الصناعة بحاجة إلى تمويل من أين نأتي بهذه الأموال؟ البديل الذي يفترض أن يكون على أرض الواقع هو الاستثمار لجي من المباشر 350 مليار دولار لو استطاع العراق أن يجذب هذا الرقم الحقيقة من الممكن أن يجذب إلى العراق عن طريق دول المجلس التعاون الخليجي الحقيقة بالفترة الأخيرة وأنه تنفتاح على البيئة الاستثمارية في العراق العراق يعطي معدل عائد استثمار عالي جدا بحاجة إلى مشاريع كبرى فباعتقادي، لو استطاعت الحكومة الحالية واللاحقة الاستمرار بمنهج جذب الاستثمار الإجلي من المباشر وعدم الاعتماد على الموازن الاتحادية يعني هل تجد أن البيئة الاستثمارية ستكون جيدة في المرحلة المقبلة؟ من حيث التوجه السياسي الآن نشعر نحن منذ أكثر من سنة أو سنتين بأن العراق طوى مرحلة داعش ويتبنى استراتيجية التنمية للمنطقة تنمية شاملة وليست التنمية فقط للعراق العراق موقع جغرافي يستقدر رأس المال العالمي والكل بحاجة إلى فرص استثمارية في البيئة المحلية فنحن نسعى طبعا إلى طمأنة المستثمر بالدرجة الأولى من خلال الاستقرار السياسي والاستقرار المالي سيأتي هذا الاستثمار لأنه يبحث عن العائد والعائد متوفر اسمح لي أذهب إلى فاصل بعد الفاصل تح معكم مشاهدينا ملف النقل البحري للبضاع العراقية لا تذهبوا معي أهلا بكم من جديد في ملف النقل البحري تسعى وزارة النقل لتقديم خدمات متنوعة لوزارة الدولة والشركات العراقية وعلى الرغم من ذلك شهدت السنوات الماضية عزوفا للوزارات والشركات عن التعاقد مع الناقل الوطني لأسباب متنوعة التقرير الآتي صلت ضوى على جزء من هذا الملف لنشاهد ضمن إطار توجه الحكومة العراقية لضغط النفقات تماشيا مع أزمتها المالية تعاقدت وزارة التجارة مع وزارة النقل لإجلب مفردات البطاقة التموينية المستوردة وتحديدا مادة الرز وهذه الخطوة ستوفر أموالا كثيرة بعد أن كانت الوزارة تتعاقد مع مجهزين من خارج البلاد هناك أموال كبيرة ستتوفر من خلال هكذا عقد كون الشركة العامة للنقل البحري هي شركة عراقية تعطي من وارداتها أكثر من 55% إلى خزينة الدولة وتطمح شركة النقل البحري أن تكون ناقلا وطنيا في المياه الإقليمية لخمس وزارات حكومية عراقية منها التجارة والكهرباء والنفط والدفاع والداخلية وتقدم مغريات تنافسية لا تتمتع فيها نظيراتها الأجنبية لا سيما من ناحية ضمان سلامة المواد التي تتولى نقلها بشكل آمن نحن عدنا بواقرنا الحالية التي نملكها هذه متعددة الأغراض جنرال كارغو فبالتالي لا تقصر على نقل فقط البالك أو مفردات بطاقة نومينية وإنما ممكن أن يتوسع عملها إلى نقل المواد الإنشائية إلى المواد الغذائية الأخرى ناهيك عن التنافس بالسعر التنافس الآخر كوننا نحن الوكيل الرسمي لكافة البواقر فأيضا بواقرنا ما راح نتعامل إياها بعمولات وتملك شركة النقل البحري نحو ست بواخر بحمولات مختلفة فيما تسعى إلى تحديث أسطولها وزيادة عدده عبر شراء أربع سفن جديدة وهناك قرابة 38 شركة أجنبية مقتصة في صناعة القطع البحرية قدمت عروضها إلى وزارة النقل لتزويدها بما تحتاجه من سفن حديثة أكثر من 38 شركة قدمت لغرض تزويدنا ببواقر ذات حمولات 30 ألف طن فما فوق ونحن جدادين في شراء باخرتين في الوقت الحاضر إضافة إلى أنه عندنا مستقبل لشراء باخرتين ذات حمولات 50 ألف طن فما فوق ويلفت المسؤولون في الناقل الوطني البحري أن الأموال التي تحصل عليها الشركة وبعد استقطاع الأرباح منها المتبقي يذهب إلى التمويل الذاتي وتشغيل بواخرها دكتور سفان تقييمك لهذا الموضوع وزارة النقل تفعل عمل الناقل البحري الوطني في التجارة نعم طبعا حجم النقل البحري على مستوى العالم الآن إراداتها تقترب من 500 مليار دولار الحصة الأكبر حقيقة السوقية هي من حصة اليابان التقرير أيضا أشار إلى موضوع شراء البواخر يفترض عن طريق اليابان العراق حجم الاستيرادات على الورق أكثر من 43 مليار دولار الموازنة وضعت شرط أنه على جميع وزارات الدولة أن تفعل عملية تشغيل الوزارات الأخرى من حيث أن لا تتجاوز السعر 10% بين الناقل الأجنبي والناقل المحلي طبعا كنا نطالب 15% لكن بالموازنة لا تزال هي 10% وخفضت القيمة المضافة من 25% إلى 20% من أجل تغطية الوحدات المتلكية الوحدات المتلكية مثل شركة النقل البحري كانت تمتلك أسطول في السبعينات يقترب من 7 بواخر لكن تقادمت ولم تحدث وحقيقة استغرب من عملية عدم تنشيط هذا القطاع النقل البحري النقل النهري الفترة الأخيرة الحقيقة نتيجة ترشيد الأنفاق في معظم دوائر الدولة ومن ضمنها والبحث عن موارد أخرى اتجهت الآن وزارة النقل متأخرة لعملية تفعيل الناقل البحري لا بس خطوة بالاتجاه الصحيح عملية شراء السفون يمكن أن يتم عملية تجاه لا ننتج إلى الشراء وفقط وإنما نقوم بعملية المشاركة طويلة الأجل يعني عملية التأجير التمويلي من الممكن أن تساهم في الحصول على البواخر لفترات طويلة ولا ننتج فقط إلى عملية الشراء يعني كلفة الباخر الآن 150 مليون دولار لا تمتلك الشركة العامة للنقل البحري مثل هكذا فرصة وعملية صناعة السفينة تتطلب زمن فيفترض أن نقوم بالفترة الحالية لأن لدينا أكثر من 43 مليار دولار يتم استيرادها من ناقل ليس محلي فبالتأكيد نحن نطالب تفضل التأجير نعم التأجير التمويلي نعم لفت انتباهنا تعاقد وزارة التجارة مع وزارة النقل يعني نقل مفردات الحصة التموينية يعني ما معناها سابقا كان الاعتماد على ناقل أجنب لماذا؟ لماذا الخطوة أتت في هذا الوقت بالتحديد؟ حقيقة عملية احتياجات وزارة التجارة يفترض مع أقرار الموازنة أن يتم بناء احتياجات الوزارات بالتأكيد البطاقة التموينية هي الجهد الأكبر لوزارة التجارة حصة العراق من المواد الغذائية يفترض أن تكون معروفة فيفترض الاستثمار ليس فقط في الناقل البحري وإنما في عملية شراء مزارع في خارج العراق في فيتنام في فيتنام أو في غيرها لتجهيز مفردات البطاقة التموينية وعدم الاكتفاء فقط في عملية النقل البحري وفقط وإنما النقل البري أيضا النقل من خلال السكك من خلال الشاحنات وضع التخصيصات يعني هناك عيب رئيسي في الموازنة الحقيقة منذ سنوات يتلخص في أن التخصيصات توضع تحت تصرف الوزارات وهي التي تقوم بعملية التعاقد من أجل يعني يمكن أن يكون هناك ناقل خاص تفضل وزارة التجارة عن الناقل العام يفترض وضع هذه التخصيصات تحت تصرف الوزارات المعنية بحيث يتم عملية تلبية تحت تصرف وزارة النقل أو وزارة الزراعة ويتم تجهيز مفردات البطاقة التموينية بالتعاون بين وزارة التجارة ووزارة النقل أو وزارة الزراعة جميل هذا التعاون لكن نفس المشكلة لأدنى مع وزارة الصناعة يعني الشركات الدولة والوزارات تتعاقد أو تستورد من الخارج ولا تأخذ من المواد المنتجة من قبل شركاتنا ومعاملنا التابعة لوزارة الصناعة لماذا هذا التهرب من أي شيء عراقي أي صناعة عراقية؟ بالحقيقة هو ليس تهرب هناك عدم غياب جدول للاحتياجات يؤدي إلى تأخر التخصيصات تأخر تمويل التخصيصات يعني مع أقرار الموازنة وزارة المالية لا تقوم برصد الأموال الكافية لإبرام العقود طويلة الأجل فعملية الاحتياجات تكون فورية فبالتأكيد وزارة الصناعة بحاجة إلى أكثر من 60 يوم لتلبية هذه الاحتياجات ما نطمح إليه في حالة إقرار الموازنة أن يتم إرفاق الاحتياجات التي يمكن تلبيتها من قبل وزارة الزراعة من قبل وزارة الصناعة بحيث يتم هناك جدول زمني لعملية التنفيذ تتلك وزارة الصناعة وتعتذر عن التجهيز لأن الوقت غير كافي لعملية التجهيز المواصفات العراقية لا غبار عليها أفضل من المواصفات الأجنبية بالتالي المواصفات الأجنبية تكون أسعارها منخفضة خاصة من الدول الأقليمية فيلتج المشتري بحجة أن الأسعار الأجنبية هي أقل من الأسعار العراقية بنسبة أقل من 10% فيلتج إلى شراء المنتج المحلي يعني هذا كلام دائما نسمع عن المنتج العراقي إنه ضمن المواصفات لكن ما مرغوب في السوق العراقي بالحقيقة يعني الوزارة الصناعة جاهدة بالفترة الأخيرة يعني المطلعين على الخطوط الإنتاجية التي عادت تأهيلها يعني يرى بإمكانية أنه المنتج العراقي يغزو لكن سوء التسويق يمكن أن يعاب على وزارة سوء الترويج للمنتج العراقي وزارة الصناعة الآن لا تطمح سوى أن الوزارات العراقية تقوم بالشراء منها وليس القطاع الخاص القطاع الخاص يفترض أن ينشط من خلال التعاون بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة لأن وزارة الصناعة تستطيع إنتاج كل المنتج فيفترض عملية عقد شراكات بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة من أجل رفع طبعا جودة المنتوج وأيضا الحقيقة بالفترة الأخيرة هم تعاقدوا على عملية يعني الشراكات مع الشركات الدولية بحيث يمكن المنتج العراقي أن لا نفكر فقط في تلبية الاحتياجات المحلية وإنما نفكر في عملية التصدير ليس فقط وزارة الصناعة وإنما جميع الوزارات خلق موارد إضافية للموازنة يتم من خلال فتح مجال التصدير تصدير كل السلع القابلة للمنافسة الدولية نعم في الدقيقة الأخيرة من الوقت البرنامج أريد أذكر نقطة ذكرها التقرير أنه أرباح هذه الشركات توزع على العاملين يعني الشركات التي ضمن التمويل الذاتي يعني هل صح أنه شركة مؤسسة وتدار برأس مال هو ضمن الموازنة العامة وأرباحها تروح للعملين حقيقة حسب القانون 50% من الأرباح المتحققة تذهب إلى واردات الدولة والخمسين الإضافية توزع على العاملين بالحقيقة يعني لحد الآن هذه التشكيلات لا تستطيع تمويل رواتبها وتأخذ إعانات من وزارة المالية لتمويل المستحقات وهي شركات معظمها كانت خاسرة لكن من الفترة الأخيرة عملية عادة احتساب التكلفة بطريقة اقتصادية تخفيض عدد الأيد العاملة باتجاه تخفيض التكاليف يمكن أن يساهم في تخفيض الحقيقة ليست فقط هذه الشركات الموالة الذاتية الموازنة وضعت شرط أو قيد يتيح الفرصة لجميع الوزارات أن تستثمر الطاقات المتاحة وتحقق إرادات ذاتية بنسبة 50% فليست فقط هذه العادة يعني هذه الإرادات أصلاً مكافية لتخطية الرواتب يعني تمويله الذاتي نعم بالتأكيد هذا القانوني ذكرته حضرتك هو ما كان بأيام وقت الحصار في العراق صار الأربح توزع العاملين تحفيزهم كان موجود عملية توزيع الحوافز لكن قيمة النقد في فترة الحصار كانت لا تعادل شيء فعملية خلق حوافز في الوحدات الذاتية من الممكن أن تساهم في إضافة دخل للمنتجبين وقتنا انتهى شكراً لك الخبير المالي الدكتور صفا شكراً لك والشكر مرسول لكم مشاهدين على طيب المتابع إيقوني معتل حروداتكم ننتظركم الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر